اشتركوا في القناة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومع للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومع للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعددهم من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة